بما نحن كلمنا عن البعد البيئي فنحن والناس العاديين البسطاء في هذا المجتمع دايماً هيبقى فيه عندنا الهواجس المشهورة محطة طاقة نوية يا خبر بيض وعلى البحر طب هيحصل إيه في مية البحر على السواحل المصرية وهيحصل إيه في الأرض المحيطة بعادي المحطات ويا ترى هالترى ده هيأثر على المشروعات الزراعية اللي بتتعمل هناك وهتصبح الخضروات والفواكه ملوسة بالليش عارف إيه يعني وبيغازي ده دايماً العيال بتعبلات بره لا أنا عاوزة أتمنى حضارك وبأتمنى الشعب المصري كله إحنا التكنولوجيا المستخدمة في محطة طبعاً هي من الجيل السالس المطور أو الجيل السالس المتقدم أو الجيل السالس المتطور يعني جنيشن سي بلس وهذا الجيل بيتميز بأعلى معيير الأمان النون يعني عاوزة أقول له حضارك أن المحطة هي لها وعاء مزدور الجدران يستطيع تحمل صدام طائرة وزنها ربعمية طن بتسيير بسرعة 150 متر على الثانية بستطيع تحمل دوسنامي حتى 14 متر بيتحمل موجات انفجارية حتى 14 كيلو ماسكال بيتحمل عجلة زلزالية حتى 3 من 10 من قيمة العجلة الجزبية الأرضية بيتحمل الأعصير مزود بكل وسائل الأمان التكرارية الدفاع في العمق أنظمة أمان لا تحتاج إلى مصادر كربة أنظمة الأمان السلبية تعتمد على عجلة الجزبية الأرضية والحركة الطبيعية للسوائل فهي تتميز بأعلى درجات الأمان احتمالية انصار قلب المفاعل واحد على 10 مليون مفاعل سنة يعني لو عندي 10 مليون مفاعل شغلين لمدة عام واحتمال أن يحصل بس فيه معض في قلب المفاعل مفاعل واحد ده هو الأعلى من حيث التكنولوجيا الأعلى من حيث الأمان مزود بمصادر قلب المفاعل اللي احنا يمكن احتفلنا بتركيب مصادر قلب المفاعل أول كان فيه 6 أكتوبر من العام الماضي ومصادر قلب المفاعل الوحدة التانية في 19 نوفمبر معيني الطاقة النوية الحقيقة احنا عندنا رعينا في هذا المفاعل أن يكون الأعلى من حيث وسائل الأمان وهو الأعلى تكنولوجيا وهو أعلى تكنولوجيا يمكن تصديرها في الوقت الحالي وعلى سبيل كده أبو طب من الشعب المصري أن الحقيقة إحنا رأينا كل يعني عوامل الأمان وهو المفاعل آمن جدا جدا وحتى السكنة بدوار المفاعلات النوية هي السكنة آمنة ولا تختلف عن السكن في أي مكان آخر بالعكس بأن البيئة تكون أكثر يعني نظافة من البيئات الأخرى نظرا لانخفاض سنويسيد الكربون نعلم أن المفاعلات النوية تقارن في انبعثات الكربون بمحطات أريح فقط يعني حتى لما بيجي نتكلم على عمر أو اللايف سايكل بتاعة مصدر الطاقة فبنلاقي أن الطاقة النوية تقارن بطاقات رياح يمكن حتى الطاقة الشمسية بيبعث منها من ضعفين إلى أربع أضعاف كمية سنويسيد الكربون اللي بيبعث من الطاقة النوية لما بيجي نبص على الغاز الطبيعي 30 ضعف انبعثات سنويسيد الكربون لما بيجي نبص على الفحم 70 ضعف على البترول 60 ضعف فبالتالي الطاقة النوية هي الطاقة الأنظف تقارن دائما بطاقة رياح من حيث نظافة البيئة والحفاظ على البيئة وتجنب من بعث سنويسيد الكربون